نعرف السيدة المشاهدين ببساطة أبعاد هذا التوجيه اللي اتخذ السيد الرئيس بناء طبعا على نقاشات الحوار الوطن خلينا أقول لحضرك أننا قدام إجراء تاريخي في الحقيقة أنه يتم رفع التوصيات القادمة من الحوار الوطني في خلال 24 ساعة يوافق عليها السيد الرئيس ويحولها إلى الحكومة حتى تتحول إلى إجراءات تنفيذية ويتم البحث في موضوع البدائل ويمكن تم خلال النقاشات اللي أنا شرفت أن أنا حضرتها في الحقيقة في خلال النقاش حول الحبس الاحتياطي في الجلسة الثانية بمقر الأكتمال الوطنية للتدريب في أكتوبر وكان النقاش والحقيقة كانت الملاحظة الرئيسية عندي أنه في صراحة شديدة جدا في طرح هذا الموضوع لدرجة أنه كان فيه ناس من الناس اللي اتعرضت لإجراء احترازي خاطئ بحبسهم بشكل خاطئ وكانوا بيقولوا شهادتهم للناس عن الوقع نفسها وعن الوقت اللي هم قدوه وده يمكن كان يعني مصار يمكن دهشة عند كثير أنه دول موجودين معانا وبيتكلموا وبيتكلموا بهذه الطريقة وبهذه الصراحة الشديدة عن كل اللي حصل لهم خلال هذه التجربة لكن ده دفع القوة السياسية كات موجودة والأسادزة اللي كانوا موجودين في القانون وبالإضافة للمجلس قام حول إنسان لأننا قدمنا تصور كامل عن بداي للحبس الاحتياطي وطبعا إحنا هنا بنستلهم التجربة الدولية يعني فيه تجربة دولية كثيرة في المسألة دي أنت عندك مثلا يعني الحبس الاحتياطي محدد للمدة في مكان محدد إنه ما يخرجش من دائرة معينة جغرافيا لمدة محددة الأساور الإلكترونية اللي هي مرتبطة بالأعمار الصناعية وغيره المدة نفسها كمان آآآ بالزبط فبدايل كثيرة موجودة وفي دول كثير بدأت تطبقها وإنت قدامك بقى الإجابات والسلبية بتاعتها يعني أنت قدامك الخيارات كلها فهنا اللي بيحدد المسألة دي بقى هنا الحكومة هي اللي هتنظم الموضوع ده مع التوصيات اللي رفعها الحوار الوطني